بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا سيكون عن المهن الاكثر طلبا في العالم خلال العشر سنوات القادمة ان شاء الله اما المهنة الثانية في المهنة التي ستظهر على السطح ويكون عليها طلب شديد جدا هي محل البيانات data analyst ستكون البيانات هي الوقود الموجود لعالمنا في المستقبل اما المهنة الثالثة التي سنقوم بزيارتها في حلقتنا هذه هي مهنة لكرياترز كرياترز يعني منشئوا البحتوى على الانترنت سواء يوتيوبرز فيسبوك انستجرام وسواء تويتر او سناب شات او غيرها من البرامج التي ستظهر ايضا لاحقا هؤلاء يتم تسميتهم الان بالمؤثرون الرقميون اليوتيوب يحمل اثنين مليون فيديو كل اربع وعشرين ساعة اثنين مليون فيديو في اليوم يحمل الى اليوتيوب اليوتيوبرز سيكونوا بحاجة الى تقديم العون والدعم فتظهر على السطح مهنة جديدة ايضا هي الاسيسورز او المستشارون سيتم من خلال هؤلاء انشاء شركات استشارية وتخصصات استشارية تقدم لمنشئي المحتوى والمؤثرون الرقميون على الانترنت اشتركوا في القناة